في تويتر استيقظ السعوديون خلال اليومين الماضيين على كذبة دامت أشهر وحظيت بتعاطف رواد المواقع الشهيرة صار أبراهيم طفلة مصابة بالسرطان اكتشفت صدفة بأنها محاولة استعطاف كاذبة التفاصيل في سياقات التقرير من زميلين بدر بن أحمد كذبة مدوية جديدة عاش عدد كبير من المجتمع على مدى أسابيع طويلة وهي ليست من الأكاذيب الإلكترونية الأولى كذبة سارة يقف خلفها شخص زيف الحقيقة واستغل عاطفة الناس مدعيا أن الطفلة سارة تعاني من مرض السرطان وأنها متواجدة في أمريكا لتلقي العلاج تويتر شهد تفاعل الكثير مع الحساب الكاذبة حيث اكتدت مواقع التواصل الاجتماعية بمبادرات خيرة للوقوف مع سارة إبراهيم دفع البعض بالتبرع وطلب الحساب البنكية والآخر قام بالعمرة لأجل سارة وغيرها من السلوكيات التي كانت تنبع من عاطفة إنسانية ولكنها للأسف تلك الكذبة سخرت ووضعت في المكان الخاطئ صاحب الحساب المزيف والذي روج لكذبته بأسلوب بشع مستغلا صورة طفلة بريئة تصارع المرض فلم يراعي الجانب الأخلاقي ولا الإنسانية حيث تعد هذه الكذبة جريمة جنائية وتصنف ضمن الجرائم المعلوماتية حيث ينص نظام العقوبات في حال ارتكب ضد طفل أو ضد ذوي الاحتياجات الخاصة أو ضد امرأة فورا يطبق نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية مما يستدعي تدخل الجهات ذات الاختصاص للتحقيق وإصدار العقوبات وذلك للوصول إلى حماية أمن المعلومات بدر بن أحمد الأخبارية